بتوجيه من عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين الدكتور أحمد عبدالله عبدوى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف نحيرت عشرات الذبايح في مدينة تكريت ووزعت لحمها بين المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بقدوم هذه الذكرى العطرة على قلوب المسلمين ومشاركة الجميع بإحيائها نهنأ الشعب العراقي بالكامل بمناسبة مولود سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقمنا اليوم ببادرة من قبل النائب الدكتور أحمد عبدالله عبد الجبوري أبو مازين بتوزيع الدجاج واللحم والفواكه والعامة في محافظة صلاح الدين قضاء تكريتر الحامض حلو باعتبار المقول عليه وهذا مبادرة قليلة بمناسبة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر